الرصاصات التي أصابت رأسك وجسدك كانت تحمل رسائل لك ومن خلالك لغيرك لكنك تجاوزت هذه المحنة كيف قرأت الحادثة وكيف تجد تعامل الدولة والحكومة مع الحادثة التي حصلت لك بسم الله الرحمن الرحيم أجدد تحية مرة أخرى لك أستاذ نجم ولوطنيتك ولكل الإعلامين الوطنين الشرفاء الذين كانوا ولا زالوا مع الوطن ولم يثنيهم عن الوقوف مع الوطن لا تهديد ولا وعيد العصابات الإجرامية التي تحكم البلد ولا الأغراءات تحية لك ولكل أبناء الشعب العراقي الغيار الشرفاء الذين لم يساوموا ولم يهادنوا من سيوف من قامات من أشكال الأستحفى فالحقيقة أن الأصابة البليغة التي أنصابت بها والتي كانت بالحقيقة مميتة لولا لطف الله ودعاء آلاف أو ملايين العراقين الشرفاء الذين وصلوا إلى مرحلة من الثقة أنه صوتنا ومنذ سنوات وصلوا إلى يقين وبالأخص بعد هذه الحادثة التي الأعداء أعداء الشعب أعداء الوطن المفسدين السراق الخوانة التي كانت رسالتهم من خلال هذه الحادثة أنه يسكتون صوتي وصوت كل الشرفاء المطالبين بحقوق الشعب والوطن ورسالة الآخرين شاء الله أن يجعلها أنه يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ورب ضارة نافعة جعلت ملايين من العراقيين يلتفون حول الأصوات الوطنية الرافضة لإجرام وفساد تلك العصابات التي تحكم البلد وبدعاء هذه الناس أن جاني الله سبحانه وتعالى من موت محقق لأن الحقيقة أستاذ نجم الإجرام واللي ما رسوه واللي شفته يعني بعيني وبعضها ما شفته لأن أحس نفسي انتقلت من عالم إلى عالم آخر بلطف رب العالمين وحشية عجيبة غريبة عرفت القصص بعديا يعني رولياها الأخوان اللي أيضا انصابوا معاي واللي تعرضوا ونالهم جزء من هذه الوحشية فالحمد الله كانت أصابتي ليس عن طريق الرصاص الرصاص ما أصابني أصاب بعض أخوتي البقية وأيضا رب العالمين أنجاهم أنا هشم وجمج ممالتي وضربات يعني بالظهار ومختلف يعني مناطق الجسد والحمد الله نجينا واللي أكثر من النجاة إنه رب العالمين زاد أسرارنا وعزيمتنا وغيرتنا على العراق وحبنا للوطن وحبنا لشعبنا اللي أنا كنت مضلل وكثير من العراقيين كانوا مضللين من طريق الكثير من رجال الدين المفسدين وكثير من بعض من يدعي الثقافة ويدعي الوطنية المزيفة اللي كانوا يضللون الناس إنه شعب العراقي شعب خائن العراقيين ما يستحقون أنا اكتشفت ومن خلال التجربة حكس هذا العراق برجال قمة بالشهامة والغيرة قمة بالطيبة والإنسانية لكن ما أصاب الشعب العراقي هو أزمة الثقة شعب العراقي صابت أزمة ثقة من خلال ما توالوا عليها من عماء مزيفة من من يدعون الثقافة والوطنية المزيفين ومن ثم كشفت التجارب والميادين إنهم عكس ذلك تماما فاليوم اللي يعاني شعب العراقي أزمة ثقة والحمد الله إحنا ما بذناه من جهد والصبر وتحملنا التسقيط وهذا إلى أن وصلت إلى مرحلة هاي الإجرام وغيرها أثبت للشعب إنه إحنا أبناء الوطن إحنا ندافع عنكم فبدأ الشعب يلتف حولنا وإحنا نطمئن الشعب إن شاء الله إنه إحنا كنا ولازلنا وسنستمر وأبناء العراق الأوفياء الغيارة الخدام للوطن ولأبناء الوطن والمتصدين بكل قوة وإصرار وعزيمة لأعداء الوطن وعازمين على تحرير البلد من المفسدين الخوانة العملاء وإزالة الذل والهوان عن الشعب وإرجاء هيبة وعزة وكرامة العراق وشعب العراق طيب